اشتركوا في القناة وأكد عاهل البلاد المفدة حفظه الله اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعد وعلى كافة المستويات بما يخدم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها من جانبه أكد فخمة رئيس برهم صالح حرص جمهورية العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق مشددا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدا بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة معربا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعمة لبلاده في كافة المواقف والظروف ترجمة نانسي قنقر